الله أكبر الله الله أشهد أن مولانا أمير المؤمنين علي ولي الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعاله الطاهرين الله أكبر الله وعاله محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم صدق الله العلي العظيم كلا منتهت ولم تنتهي زيارة الأربعين وسوف لن تنتهي كيف تنتهي وعظمتها المادية التي هي أصغر ما في هذه الزيارة هذه العظمة المادية لن تنتهي هذه العظمة التي تراها العيون هذه العظمة التي تحسب بالحسابات المادية هذه لا نظير لها العظمة النفسية العظمة النفسية أعلى أرفع أكبر العظمة الروحية العظمة المعنوية العظمة العلوية أي العظمة في العوالم العلوية كعالم الملائكة هذا شيء أصلا لا يمكن أن يحسب بهذه الحسابات الحديث عن زيارة الأربعين طويل بل لا ينتهي أصلا ثلاث نقاط سريعة النقطة الأولى إحدى الأمور الكثيرة التي لا نظير لها ونجدها في زيارة الأربعين الدعاء هذه الجموع المؤمنة الكبيرة كم عددها ثلاثين مليون أشرين مليون أكثر أقل أيا كان جموع بشرية لا نظير له هؤلاء كلهم تقريبا أو جلهم مؤمنون أكثرهم بل كلهم يدعو يدعو لنفسه يدعو لأقاربه وأحبابه يدعو أدعية عامة لجميع المؤمنين يدعو أدعية عامة للبشر يدعو لهداية المنحرفين يدعو هذه الأدعية أكبر عدد من المؤمنين يدعو لا يوجد هكذا اجتماع طيلة أيام السنة لا من المؤمنين لا من غير المؤمنين الكثرة في أفضل بقعة على الإطلاق على وجه الكرة الأرضية ومن ميزات ومن ميزات هذه البقعة العظمى الفضلة الدعاء الروايات الشريفة التي تؤكد على الدعاء تحت قبة الحسين في كربلا في أرض الحسين الروايات الكثيرة الكثيرة تصوروا العظمة أكبر عدد من المؤمنين في أفضل بقعة على الإطلاق وهذه البقعة هي البقعة المميزة للدعاء أيضا يدعون الدعاء أولا له قيمة ذاتية الله عز وجل يحب الدعاء مع قطع النظر عن أن هذا الدعاء يستجاب لا يستجاب هذا موضوع ثانوي يعتبر هذا شيء آخر أصل الدعاء شيء محبوب الله عز وجل يحب أن المؤمن يرفع يدي يقول إلهي هذه قيمة ذاتية أصلا والأمور التي لها قيمة عند الله عز وجل لها تأثير ذكر الله سبحانه وتعالى إنسان يقول سبحان الله يقول الله أكبر هذا الذكر شيء محبوب لله عز وجل له تأثير له تأثير دنيوي ناهيك عن بقية العوالم الدعاء شيء محبوب لله سبحانه وتعالى له تأثير لاحظوا نفس تأثير الدعاء بنفسه مع قطع النظر عن استجابة هذا الدعاء أو عدم استجابة الدعاء كما الأثر يكون كبيرا أنت تدعو في بلدك في أي بقعة من بقاع العالم دعائك يؤثر أصل الدعاء يؤثر في حياتك لعله لا أقول لعله بل حتما يؤثر حتى على آخرين غير الداعي أيضا ناهيك عن استجابته فكيف إذا كان الدعاء بهذه المواصفات التي ذكرناها المواصفات الثلاثة ثانيا هذا الدعاء يستجاب يستجاب عاجلا أم عاجلا الآثار التي تكون لاستجابة هذه الأدعية المطالب التي يطلبها الإنسان المؤمن عند الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام في هكذا زيارة عظيمة هذه أدعية استجاب الآثار التي تتركها استجابة هذه الأدعية كم هي تكون عظيمة في الحديث الشريف عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام من أتى قبر أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام فقد وصل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن يقول الإمام الصادق صلى الله عليه في هذا الحديث الشريف ولم يسأل الله شيئا إلا أعطاه هذا الشيء الذي سأله إما أن يُعَجْلَهُ وَإِمَّا أَنْ يُؤَخِّرَهُ لَهُ كلمة له لها دلالتها اللام للنفع يعني الله عز وجل لأجل هذا الإنسان المؤمن لأنه من صالحه أن يُؤخر استجابة هذا الدعاء يُؤخر استجابة هذا الدعاء من صالحه له إما أن يُعَجْلَهُ وَإِمَّا أَنْ يُؤَخِّرَهُ لَهُ كم قيمة هذه الأدعية ناهيك عن الجوانب الأخرى قلت كلامنا فقط عن هذه الأدعية القيمة الذاتية للدعاء آثار استجابة الدعاء حسب هذا الحديث الشريف وأحاديث شريف أخرى الدعاء يُستجاب عند سيد الشهداء كيف لا يُستجاب وعد الله عز وجل لا يُخلف الميعاد ضمان من رسول الله من أمير المؤمنين من بقية المعصومين عليهم الصلاة والسلام أن هذا الدعاء يُستجاب أهل البيت لا يضمنون شيئا لا يحصل النقطة الثانية هناك شيء في زيارة الأربعين عظيم وجميل ورائع العالم لا يعرف عنه شيئا حتى الزوار الذين يزورون في الأربعين أكثرهم لا يعرفون عن هذا الشيء مع أنهم يزورون وهو نصب وإقامة هذه المواكب وفيما بعد رفق وحسب تعبيرنا شيلة المواكب هذا شيء جدا جميل ورائع في نفس الوقت الذي هو عظيم للأسف الشديد الإعلام الإعلام الآخر والآخرين لا يتوقع منه إعلامنا لكثرة الأمور لكثرة البرامج للجوانب الكثيرة في زيارة الأربعين إعلامنا لم يسلط الأضواء على هذا الجانب من الزيارة العظيمة كيف ينصبون المواكب هذه التعب الكثير هذا يجعله في جانب شيء متعب جدا متعب تعلمون وضع العراق غير وضع كثير من البلاد العمل الذي تؤديه في بلد آخر بسهولة في العراق تؤديه بصعوبة خصوصا مع هذه الأحداث التي تحدث أحيانا التواصل يضعف الإنترنت يكون ضعيفا كثير من الأمور تؤدى بالإنترنت عن طريق التواصل هذه الأمور تتعطل أو تتعثر العمل الذي تؤديه أنت في بلد باتصال واحد في العراق لا تؤديه باتصال واحد العمل متعب عموما نصب هذه المواكب الكثيرة 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 العاملون في هذه المواكب الذي قدر كما سمعت تقدير في العام الماضي طبعا بما يقارب من نصف مليون خادم يخدمون في هذه المواكب كتقديرات حسب ما ذكر في العام الماضي هذا العدد الكبير من الخدم وهذا العمل الكبير في أقامة هذه المواكب كيف يقيمون هذه المواكب هذا الشيء لو سلط الإعلام على هذا الجانب سيكون رائعا جدا كيف أن هؤلاء بكل عشق من دون أن يعرف أحد عن تعبهم لا أصلا لا يريدون أن يعرف أحد بينهم وبين سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام يقيمون هذه المواكب هذا يقرأ مصائب ويلطم ويقيم المواكب ذاك شغل شيء صوت حسيني صوت رادوت صوت خطيب ينعى يبكي ويقيم إقامة هذه المواكب جدا جميلة اسألوا عن من اشترك وبعض المؤمنين في هذا البلد في بلاد أخرى أيضا يشتركون في إقامة هذه المواكب في الإقامة العملية لهذه المواكب ولعله ما لا يقل روعة عن إقامة المواكب عن نصب المواكب شيلة المواكب بعد انتهاء الزيارة عندما يريد هؤلاء المؤمنون أن يرفعوا هذه الأشياء الموجودة البعض يقيم مجلسا حسينيا يذرف الدموع على انتهاء هذا الموسم موسم الخدمة البعض يقيم لطم على سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام بعنوان نهاية هذه الخدمة سمعت أن البعض بعد أن يزيلوا هذه الآثار من المواكب يشعلون الشموع في موقع الموكب الطريقة جدا جميلة إجمالا كل واحد بطريقة يؤدي هذا الشيء الذي العالم لا يعرف عنه شيئا حتى الزوار أكثرهم لا يعرفون عن ذلك شيئا وليت الإعلام إعلامنا طبعا يسلط بعض الأضواء على نصب المواكب وعلى شيلة المواكب نقطة ثالثة الذين يوفقون لهذه الزيارة عددهم كبير ولكن كنسبة نسبة قليلة من المؤمنين كم هم لا يصل لا تصل نسبتهم إلا لعله ثلاثة بالمئة أربعة بالمئة من مجموع المؤمنين ناهيك عن أنه الذي يحب أن يزور في هذه الزيارة العظيمة ليس فقط الشيعة حتى طوائف أخرى كثير ملايين لعله منهم من طوائف أخرى من المسلمين يحبون أن يشتركوا أن يزوروا ناهيك عن غير المسلمين أصلا الذين يعشقون زيارة الحسين عليه الصلاة والسلام إذا ما هو الحسين تعلمون له عشاق في كل الأديان عشاق عشاق يحبونه حب كم عدد الذين يحبون أن يزوروا سيد الشهداء في الأربعين مئات الملايين بلا شك مئات الملايين فقط الشيعة هم مئات الملايين فكيف أن تضيف الآخرين الذين يحبون أن يزوروا البعض ذهب وفق زاد الله في هذه التوفيقات الذي لم يوفق لهذه الزيارة يتمكن طبعا الشيء الموجود في النفس ألاجه صعب الحرق الموجود في القلب لعدم زيارة المولى صلى الله عليه حرق كبيرة ولكن يتمكن المؤمن الذي لم يتشرف لزيارة سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام أن يحصل على ثواب الزيارة أن يحصل على آثار الزيارة كيف؟ باستقبال الزوار في الحديث الشريف عن الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم على ما ببالي إذن صرف فالرجل من أصحابكم من زيارتنا أو زيارة قبورنا شخص انصرف رجع من الزيارة أو من زيارة القبور من زيارتهم صلى الله عليه أو زيارة قبورهم ثلاثة أشياء فاستقبلوه وسلموا عليه وهنئوه بما وهب الله له فإنكم فإن لكم مثل ثوابه تكريم زائر سيد الشهداء بهذه الأمور التي ذكرت في هذه الرواية الشريفة يجعلكم مشاركين في هذه الزيارة ممكن التعويض التعويض بالثواب ولعله لا أقول لعله حتما بعض الآثار بالنسبة للشخص الذي ما تمكن طبعا لأي سبب كان له بسبب ظروفه بسبب الظروف السياسية التي تمنع فئات بسبب الظروف الاقتصادية بسبب الظروف الاجتماعية للشخص الحديث عن زيارة الأربعين طويل طويل ولكننا باعتبارنا على أبواب الفاجعة العظمى ذكرى استشهاد سيد الأولين والآخرين سيد خلائق الله يا جمعين رسول الله صلى الله عليه وآله أذكر لكم أمرين بشيء من الاختصار عما يرتبط بتلك الفاجعة الكبرى الأمر الأول استشهاد النبي صلى الله عليه وآله شكل مصيبة استثنائية في كل العوالم من عالم الملائكة إلى حتى العوالم الدنيوية دانية ناهيك عن التأثير في عالم البشر ناهيك عن التأثير على المؤمنين أنا أقرأ لكم مقطعا من حديث شريف مروي عن المولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام الحديث رواه المجلسي في البحار عن الخصال للشيخ الصدق رضوان الله تعالى عليهما البحار المجلد الثاني والعشرين صفحة خمسمائة واثنتين عشرة في مقطعا من هذا الحديث الشريف يقول المولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فنزل بي من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله ما لم أكن الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إمام معصوم ليس في كلامه مبالغة بمعنى أن يذكر شيئا أكثر من الواقع هذا الشيء مستحيل على المعصوم أن يذكر شيئا أكثر من الواقع المبالغة اللغوية بيان الكثرة هذا الشيء في القرآن الكريم موجود في كلام المعصومين عليه الصلاة والسلام موجود هذا مو معنى أنه أكثر من الحقيقة لا بيان الكثرة هذا يسمى مبالغة أن تستغفر لهم سبعين مرة هذا سبعين مرة لماذا ذكر سبعين مرة سبعين مرة لبيان الكثرة هذا الشيء موجود في القرآن الكريم كثيرا في روايات أهل البيت عليه الصلاة والسلام هذا ليس خلاف الحقيقة أما أن تذكر شيئا أكثر من الواقع هذا خلاف الحقيقة المعصوم معصوم عن كل خطأ ناهيك عن أن يكون معصوما فقط عن الكذب هذا النوع كذب تبين أكثر من الحقيقة هكذا مبالغة غير موجودة المبالغة بهذا المعنى بيان شيء أكثر من الحقيقة هذا الشيء مستحيل على المعصوم الإمام أمير المؤمن عليه الصلاة والسلام لا يقول شيئا مبالغة بهذا المعنى فلاحظوا ماذا يقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه فنزل بي من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله ما لم أكن أظن الجبال لو حملته عنوة كانت تنهض به الشيء الذي نزل على قلبي أمير المؤمنين يقول بسبب مصيبة استشهاد النبي صلى الله عليه وآله الجبال لو كان هذا الشيء ينزل عليها ما كانت تنهض به ما كانت تتحمله فرأيت الناس من أهل بيتي هنا أهل بيتي المقصود بسبب قرينة المقابلة بعد الرواية يعني المقطع الثاني من الرواية المقصود يعني العائلة بني هاشم بني عبد المطلب فرأيت الناس من أهل بيتي بين جازع لا يملك جزعه ولا يضبط نفسه ولا يقوى على حمل فادح ما نزل به قد أذهب الجزع صبره وأذهل عقله وحال بينه وبين الفهم والإفهام والقول والاستماع أو الإسماء في بعض النسخ هذا حال بني عبد المطلب وسائر الناس من غير بني عبد المطلب بين معز يأمر بالصابر وبين مساعد باك لبكائهم جازع لجزعهم يقول المولى صلى الله عليه وحملت نفسي على الصبر عند وفاته بلزوم الصمت مصيبة بهذا الحجم الإمام أخذ على نفسه الصبر فيها بلزوم الصمت والاشتغال بما أمرني به من تجهيزه وتغسيله وتحنيطه وتكفينه والصلاة عليه ووضعه في حفرته وجمع كتاب هذه النقاء هذه الكلمات بحاجة إلى وقفات ولو مختصر أنا الآن ليس لي مجال أن أقف عند هذه الكلمات هذه الكلمات لها وقفات مهمة وجمع كتاب الله وعهده إلى خلقه لا يشغلني عن ذلك بادر دمعه الدموع جارية ولكن مع ذلك أنا منشغل بهذه الأمور لا يشغلني عن ذلك بادر دمعه الدمع التي تبدر الدمع التي تسبق الشخص الدمع التي تخرج لا يشغلني عن ذلك بادر دمعه ولا هائج زفره الزفرات التي تهيج من داخل صدر الإنسان ولا لادغ في بعض النسخ لا ذع ولا لادغ حرقه ولا جزيل مصيبة هذه المصيبة الجزيلة الكبيرة حتى أديت في ذلك الحق الواجب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله عليه وبلغت منه الذي أمرني به واحتملته صابرا محتسبة النقطة الثانية والأخيرة فيما يرتبط بمصيبة استشهاد النبي صلى الله عليه وآله المعصومون عليهم الصلاة والسلام كلهم مظلومون أهل بيتهم مظلومون ولكن اثنان من المعصومين صلى الله عليه وآله عليه رغم مصيبة استشهادهم كانت لهم مصيبة أخرى وهي مصيبة الخوف على أهلهم رسول الله صلى الله عليه وآله والإمام سيد الشهداء أما الإمام الحسين فواضح مصيبة استشهاده مصيبة مصيبة ما كان يعلم أنه سيحدث سينزل على أهله فور استشهاده تلك المصيبة لعلها ما كانت أقل على قلبه من مصائب أخرى نزلت عليه قد ترك أهله وعياله بين أولئك الأعداء وأما رسول الله صلى الله عليه وآله استشهد وعينه على هذا الباب وعينه على من تصاب وعينه عن من يصاب المصيبة جدا مؤلمة النبي صلى الله عليه وآله ما مات حد فأنفه استشهد دس له السؤوم وهو يعلم أنه لا تمضي أيام بين ثلاثة أيام إلى غايته تسعة أيام من استشهاده طبعا فور استشهاده حدثت مشاكل ومصائب ولكن تلك المصيبة الكبيرة التي حدثت بالهجوم على دار أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء صلى الله عليهما وآلهما حدثت على أكثر التقادير بعد تسعة أيام بعد استشهاد النبي بدايتها حدثت بعد يومين من استشهاده أول هجمة لا زال النبي صلى الله عليه وآله لم يكن قد دفن ولكن تلك الهجمة الكبيرة حدثت بعد ثلاثة أيام أو سبعة أيام أو على أكثر التقادير بعد تسعة أيام فقط شخص يقتل يدس له السم مثل النبي صلى الله عليه وآله يستشهد وقلبه مضطرب على أهل بيته من تلك المصائب من تلك الإهانات كانوا قد صمموا على قتل أمير المؤمنين صلى الله عليه قد صمموا قد أخذوا القرار أن يقتلوا أمير المؤمنين لو لا وقفة الصديق الكبرى أبارات العجيبة التي هي الصديق الكبرى تقول أنه ماذا رأت كيف صنعوا بأمير المؤمنين وكيف هي أخذت يد أمير المؤمنين وخلصته من أيديهم من؟ فاطمة الزهرة هذه العزيزة عزيزة الله عزيزة رسول الله صلى الله عليه وآله كل هذه المصائب رسول الله صلى الله عليه وآله كان يعلم وقد أوصى قد أكد ذكر لأولئك حتى يحول بينما تحدث من بعده من المصائب ولكن رسول الله سيد الأولين والآخرين أية مصيبة هذه ليست له آذان صاغية في أمته إلا في أقليل أية مظلومية هذه الإنسان العادي لا يتحمل هكذا مظلومية أنه لا أحد يستمع له رسول الله سيد الأولين والآخرين هذا الذي خلصكم خلص البشرية من الويلات الويلات خلصكم أنتم أمة رسول الله صلى الله عليه وآله من هذه الويلات لا ليست له آذان صاغية في هذه الأمة كلما وصى كلما ذكر كلما نبه لا أحد انتبه لا أحد أخذ بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الذي ظلم ذاك الذي خذل خذلانا بكل الطرق هذه المصيبة الكبيرة التي حدثت عند استشهاد النبي صلى الله عليه وآله مصيبة القلق على أهل بيته صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا مظلوم قل ما تذكر مظلومية النبي صلى الله عليه وآله وهو المظلوم وهو الذي قال واشتهر هذا القول عنه ما أوذي نبي مثل ما أوذيت رسول الله صلى الله عليه وآله مظلوم ومظلوميته كبيرة جوانب مظلوميته كثيرة ولا تنتهي هذه المظلومية إلا بظهور حفيده أسأل الله سبحانه وتعالى بحق رسول الله بمظلومية النبي صلى الله عليه وآله أن يعجل أفرج مهدية آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم بحق رسول الله لا تحرمنا في الدنيا من زيارته لا تحرمنا في الدنيا من شفاعته اللهم ارزقنا شفاعته في الدنيا والآخرة اللهم وفقنا للسير على نهجه اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا والحمد لله رب العالمين أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيد الأولين والآخرين رسول الله صلى الله عليه وآله وجعلنا الله سبحانه وتعالى من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة